نفس الكلام عندنا بطولة عالم في آخر الشهر تحديداً يوم 22 إلى 25 فبراير وهي بطولة العالم أو كأس العالم لسلاح الشيش طبعاً السلاح وكلناً بنتكلم عن مهند الشيفة العريان الحلقة اللي فاتت وهو من الاتحادات النكحة زي الخماسي اللي بيقوده مهند الشيفة العريان أيضاً اتحاد السلاح الشيش واللي بيقوده الأستاذ عبد المنعم الحسيني برضو من الاتحادات اللي شغالة واللي بيلعبوا على رنك أول تاني تارت العالم رابع يعني دايماً دقلين في التصنيف العالي يمكن احنا على مستوى الشباب في السلاح احنا أبطال عالم أو بنتصدر رنك العالمي الألعاب الفردية دي بتبقى دايماً لها رنك بيتغير كل شهر ولكن احنا دايماً بالبطولات اللي احنا مشارك فيها بنبقى في رنك عالي طب ايه قصة البطولة وكأس العالم خلينا أقول لكم تفاصيلها بشكل أكبر علاقة اللاجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش للفرق والفردي للرجال وسيدات برئاسة كابتن أحمد سمير الميداني قفل باب التسجيل في البطولة اللي هتتلاقي في الفترة 225 فبراير اللي احنا فيه بإذن الله على صالة 1-2 بنجمع الصلاة باستاذ القاهرة البطولة المفتوضة هيشارك فيها 396 لعب ولعب وده الكلام اللي كنت بقوله منذ لحظات من كم دولة يا جماعة؟ يعني عايزين نركز كده في عدد الدول 52 دولة بواقع 224 لعب و172 لعب رقم كبير 52 دولة تخيل 52 دولة بيقولوا يا جماعة وحقق لعبونا في البطولة اللي بتتلاقي فيها القاهرة 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 فانت نجحت الانتشار بشكل كبير الدول اللي اكدت مشاركتها في البطولة عد معايا بقى كده مصر الجزاري الارجنتين ارمينيا استراليا النمسا بلجيكا البرازيل كندا تشيلي الصين قودفوار كولومبيا كرواتيا جمهورية التشيك الدنمارك اسبانيا فرنسا بريطانيا المانيا اليونان هون كونج الماجر ايرلندا ايطاليا اليابان قزاخستان كوريا لبنان المغرب ماليزيا مالي بيرو بولندا البرتغال بورتوريك وقطر السنغال سنغافورة صربيا سويسرا تايوان تونس تركيا اوركرانيا الولايات المتحدة الامريكية وسباكستان جمايكا رومانيا سولفاكيا السويدة الامارات العربية المتحدة كل القارات هنا في دولة موجودة اكتر يمكن اوروبا الاغلب ولكن 52 دولة موجودة على ارض مصر في السلاح الألعاب الأولمبية زيها وزي الجنباز اللي كنا بنتكلم عنه من شوية عشان يتنافسوا على أرض مصر البطولة بتحظى باهتمام كبير من الدول اللي هتشارك فيها بسبب انها أحد المحطات المهمة في مشوار التأهل لبريس 2024 طيب مصر كانت في استطافة كأس العالم من السلاح الشيش السنة اللي فاتت وكانت تلعبت في العاصمة الإدارية الجديدة والكل اللي أشاد بيها وبنوعنا علي الاتحاد الدولي قدى المصر شرف تنظيم كأس العالم اللي هتنظم تحديداً في الفترة 225 اللي احنا فيه ولكن مش على العاصمة الإدارية ولكن هيكون فيه صلاة واحد وصلاة اتنين حقيقة بعيد وبقرر تاني ان مصر تمتلك من البنية التحتية ما يؤهلها لاستضافة أكبر البطولات يمكن أنا أتمنى لو أنا بفكر معكم قبل بطلع الفاصل عشان استقبل ضيوفي اللي هينوروني ان شاء الله بعد الفاصل وقول لكم هم مين وان راجع مع حضراتكم مين هيكون ضيوفي دايماً بقول ان احنا ممكن نبتدي بالألعاب الأفريقية دورة الألعاب الأفريقية دي بتبقى حاجة مصغرة او حدث مصغر من الالومبيات العالمية أفريقياً بيجي لك كل دول العالم أغلب البطولات الالومبية فالحقيقة ليه لا لما نقدمش يمكن الألعاب الأفريقية تتلاقي في غانا في شهر ثلاثة اللي جاي اتصور ان احنا يعني ممكن مصر لو صدافة بطولة زي دي تنجح فيها خاصة ان انا تذكر اخر واحدة كانت ساتين وتسعين واحد تسعين كنت انا صغير ساعتها وكاي بتلعبت على صلة واحد كان لسه استاد القايرة انشئ خصيصاً لهذه البطولة وانا شايف ان مصر ممكن تسخن ببطولة زي دي برضو تبقى كويسة بتابعة لجنة الالومبيات الدولية تقدر تستضيف ليه لا ما نحطش حلم وطارجة ان احنا نستضيف الالومبيات ليه لا محدش يقول يعني محدش يقول غير كده ليه ما نستضيفش كأس عالم خاصة ان الكويسة العالم دلوقتي ممكن اكتر من دولة تنظمها يعني انا بحلم معاكم يعني فالنهار دا البطولات دي كلها بتحطك على خريطة الاختيارات الدولية في كل اتحاد وكل هيئات خاصة ان دا عندك كوادر ادارية كويسة جدا كوادر فنية عندك كمان بنية تحتية في الملائب وبنية تحتية في الطرق بنية تحتية في الاقامات كأوتلات يعني عندك بنية تحتية صحية كمان تقدر بيها تصديف الفرقة دي وتعمل ملاك الصحية عندك كل حاجة ما عندكش حاجة تنقصك الحقيقة وبعد ما تتفتح العاصمة الادارية او المدينة الانوبية المصرية في العاصمة الادارية كاملة تفتح فيها حاجات دلوقتي او بعض المنشآت ولكن عند اتمام افتتاحها هتبقى قيمة مضافة كبير للبنية التحتية المصرية الرياضية